أهلاً بكم من جديد مع المغلطات المنطقية سنتعرف اليوم إلى المماثلة الزائفة في العادة يقوم الاستدلال بالمماثلة على بيان أن العلاقة الموجودة بين واقعتين أو حدثين يمكن نقلها من مجالها إلى مجال العلاقة بين واقعتين أخرين إلا أنه يحدث أحياناً أن لا تكون المماثلة وجيهة عندها سينكشف طبعها المغالطة أو الزائف فنحكم بعدم وجهة الاستدلال كأن نقول مثلاً بما أن الذئب يأكل الغزالة فإنه من الطبيعي أن يعمد القوي في مشتعمعاتنا إلى استغلال الضعيف إذن يصح أن نتساءل هنا هل من الوجيه أن نقيم علاقة تماثل بين عالم الحيوان وواقع المجتمعات الإنسانية لتشريع منطق القوة أو المفاضلة بين الناس؟ أولاً معيار إدراك المماثلة كيف ندرك المماثلة؟ أن ندرك وجود مماثلة هو أن ندرك وجود علاقة بين ألف وباء ونعمل على نقل تلك العلاقة إلى جيم ودال إلا أن ما ينبغي الإشارة إليه هو أن هذه العملية التي تبدو يسيرة وبسيطة وقابلة لإختزال في العبارة التالية إن علاقة كذا بكذا مماثلة لعلاقة كذا بكذا وكما ورد في المثال الذي ذكرنا عالم الحيوان يماثل عالم الإنسان سنرى مدى صحة هذه المماثلة في هذا الاستدلال لننظر في المثال التالي إن علاقة الربيع بالخريف علاقة الشباب بما هي العناصر التي يمر بها الاستدلال بالمماثلة أولاً العمل على إدراك عناصر المعلوم ودللته في العلاقة الأولى لدينا في المثال الذي ذكرناه ربيع وخريف الربيع هو بداية دورية للفصول والخريف هو نهاية دورية للفصول إذن علاقة الربيع بالخريف هي علاقة بداية بالنهاية أو علاقة تقابل أو علاقة تعاقب في الزمن ثانية أن ننقل العلاقة المدركة بين حدي الربيع والخريف إلى المماثلة بموضوع الاستدلال ما هو مقابل الشباب؟ إنه الشيخوخة ثالثاً أطبق المعيار وأقيم واجهات المماثلة العنصر المجهول في المماثلة هنا هو الشيخوخة تذكروا وضعنا ثلاث نقاط الشباب مقابل للشيخوخة هكذا تكتمل المماثلة لقد أدركنا علاقة الربيع بالخريف ثم تحبناها على علاقة الشباب بالشيخوخة وماذا غيبنا؟ لقد غيبنا عن قصد الحد الثاني في العلاقة وذلك لإبراز خصوصية الاستدلال بالمماثلة فهو يمكن من توضيح واقعة مجهولة بأخرى معلومة إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا اليوم شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء